بطنجان مخلل من المطبخ المصري هيدا البطنجان بسموه المخلل السريع لان البيكال بيكون مقلي بمصري اما بيقلوا البطنجان او بيسلقوا بطريقة كتير طيبة ان شاء الله المرة الجاي كمان بنعملكم مخلل البطنجان المسلوق على الطريقة المصرية مع تتبيلي بالتوم والخل والفلفل والكزبرة والبقدونس ولا أطيب وعلى جنبهم كمان عملت بنادورة مخللة لأنه كنا عاملين أطباق مصرية كل ما كانوا بالتلاج الطماطم والبتنجان كل ما بيكونوا أطيب وقدمتهم مع القراس العج المقلية أنا سبق وشارك طريقة العج بعملها بالخضرة زهرة وأرنبيت وكوسة وبقدونس كتير طيبة وكمان كنا عاملين كشري وهيدا الكشري بمصر بيسموه كشري الحلة لأنه هيدا الكشري بنعمل بطنجرة واحدة مش بنسلق كل شي لواحده كلهم بنطبخوا سوا هيك بنوفر على حالنا مجهود ووقت قدمتهم مع صلصة البنادورة الحرة وصلصة الدقة على الطريقة المصرية وهلأ رح نجهز مخلل البتنجان المقلي السريع مع مخلل الطماطم عندي هون فلفل أخضر حلو كميات عزائكم فلفل أحمر حار فلفل أخضر حار وتوم وعننا هون كمان زيت زيتون وعصير ليمون وخل وعندي نص حبد بنادورة حمرة كبيرة ودبس فلفل أحمر حلو عندي معلق الطعام مع زيت الزيتون والليمون والخل ورح نضيف عليهم كوزبرة الكوزبرة ضعف كمية البقدونس مع البقدونس البتنجان الأسوء الرفيع أليتوا شقيتوا بالنص وجهزتوا بالصنية قد ما أنتوا بتكون تعملوا كمية بتنجان بتجهزوا وعندي إبهاراتي هون إبهارات الدقة هي الفلفل الحار مع التوم والخل ومع بقية التدبيل لأول شي بمحضرة الطعام فرنتوا التوم والفلفل الحار والفلفل الحلو فرمي شوي خشنة بعدين حطيت الونادورة وفرمتون كمان شوي فرمي خشنة آخر شي الكوزبرة والبقدونس فرمتون شوي نعمين ونضيف عليهم عصير الليمون ونضيف عليهم زيت الزيتون والخل الأبيض المأدير على زاوكم ورح نضيف عليهم بهارات الدقة من مجموعة بهاراتي مع الملح معلقة الطعام مليانة بتغنينا عن كل البهارات ما توفرت عنكم كمون وكزبرة وفلفل أسود والببريكة هي بتكون بهارات الدقة مع شوية حرمج روش إضافة اختياري خلطناهم كلهم سوا وراح نضيفهم هلأ بالبتنجان هيدي التتبيل وكل ما عملتون قبل بيوم كل ما كانوا أطيم حشون كمية من التتبيلي كتير طيبة وحتى هيدا البتنجان بيقعد عنكم أسبوع بالتلاجة ما بيصير على شي حطينا في الخلطة بعد ما حشيت كل البتنجانات وبناخد الصلصة ومنحطها فوق البتنجان اللي ترسبت بالجاط شايفين كيف مليانين بالحشوة البندورة نعملهم شرائح بس منخلي على البندورة ماسكة لأنه بدنا نحشي فيها التتبيلي بهيد الطريقة جهزت حبتين بندورة منبدأ نوزع التتبيلي بين الشرائح البندورة ونفس الشيء آخر شيء منغمسهم بالصلصة اللي ترسبت عنا من الزيت الزيتون والليمون بعد ما حشيت البندورة أنا بحب وزع عليها شوية زيت زيتون من فوق بهيد الطريقة وشوية عصير ليمون وخلوهم بالتلاجة قبل يوم قبل يومين وقدموهم وهيدا البندورة المخلة اللي صارت عندي جهزة حطيتهم بالتلاجة لوقت التقديم والبتنجان كمان وزعت علي اللي ترسب عندي من الصلصة بهيد الطريقة منشربهم بالصلصة اللي ترسبت من الحشوة اللي عملناها وخلوهم بالتلاجة لساعة التقديم ولما تقدموهم بيكون هيدا الشكل النهائي للتقديم هيدا البتنجان المخلل السريع من المطبخ المصري وفيكون انتوا كمان تعملوا مسلوق بس المسلوق بدو لما نحشيه نخليه كم يوم بعدين من قدمه أما هيدا سريع التقديم بتعملوه قبل بيوم بتعملوه الصبح بتقدموه المساء على صفرتكن ولا أسهل ولا أسرع وبكون متشبع بهالتتبيل هو لوحده أنا عندي يا وجبة يعني هيك عملوا عجنبو بطاطا مقلية وعملوا عجنبو بيد مقلي وشوفوا شو طيب ونفس الشيء البندورة مخلل البندورة أنا غمستن مع العجة ما فيني خبركم الطعم أنا كتير بحب هيدا البتنجان لأنه بسرعة بتقدم ولوحده يعتبر وجبة وعلينا وعليكم بالعافية حبابي شوفوا شو طيب وشو نكهة مميزة